سعيا من أجل عادة مكانة الكتاب الحقيقية وتعويض طلاب الجامعات والمعاهد على مجالسة الكتاب من أجل ذلك قام اتحاد طلبة كردستان فرع كاركوك بحملة لتبرع بالكتب وجمعها من أجل توفير مكتبات ثرية للمعاهد والجامعات للكتب أهمية كبيرة في حياة الإنسان ونحن كاتحاد طلباء كردستان فرع كاركوك نسعي دائما إلى التشجيع على مطالع الكتب وتثقيب الشباب في محافظة كاركوك شخصيات كثيرة ومهمة شاركت في حملة جمع الكتب التي نادى بها اتحاد طلبة كردستان منذ أشهر اليوم يجنون الثمار عملهم الدؤو في عادة ترسيخ ظاهرة مطالعة الكتب خطوة ليست بالسهلة في زمن قضى التطور التكنولوجي وسرعة الحصول على المعلومات على مكانة الكتاب الذي كان خير جليس للإنسان نحن كإدارة معهد القلم نشكر اتحاد طلبة كردستان على هذه المبادرة الجميلة القيمة لتزويد معهدنا بالكتب والمصادر العلمية والأدبية بمختلف اللغات هذه المبادرات ضرورية في هذا العصر بما أن الإنسان عندما يشغله التكنولوجيا عن الأمور الأخرى كقراءة الكتاب مثلا للطلبة هذه الشريحة الطلبة ضرورية جدا تثقيفهم وتوجيههم إلى قراءة الكتاب نشكر الاتحاد الطلبة كردستان فرع كاركوك على هذه المبادرة القيمة الجيدة للتوفير مجموعة من الكتب العلمية والإنسانية والفلسفية ونشكر جميع الأساتذة الذين قاموا بهذه المبادرة ونشكر حضوركم باسمي وباسم كادر الإدارة المحاد نشكر هذه المبادرة القيمة وإن شاء الله نسعى لتكرر هذه السنوين إن شاء الله على هذه المبادرة الجيدة إن شاء الله رسالة مهمة يسعى اتحاد طلبة كردستان فرع كاركوك إلى نشرها وهي أنهم دائما وأبدا حملت راية نشر الثقافة والعلم بين الطلبة والشباب لمختلف القوميات والأطياف جار سعيد زاقروس تيفي كاركوك ترجمة نانسي قنقر